الحمد لله رب العالمين السلام عليكم الله نصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليم أتيني بشخص اليوم لا يعاني من الجن العاشق خصوصا النساء هذا الجن يكون أغلبته من الصغر ويدخل على أعبدين من الطرق ماذا يفعل هذا الجن؟ هذا الجن خصوصا للفتيات النحس والعكس في الزواج يطرد الخطاب يكون أسحار عليك في الباب باب المنزل كي لا يروا الأشخاص يعني منزلك مخفي كأنه مخفي يخفون حتى الفتاة تخفى حتى أنها تخفى على أعين الناس الذين يريدون للزواج فهي تخفى لا يرونها هذا ما يسمى بالقبول يعني يزيل لك القبول هذا الجن ماذا يفعل؟ يفعل لك العقوسات والتقبيح أو يجعل لك وجهك غير جميل وريحة كريهة ويجعل الناس ينفرون منك تريد أن ترهق هذا الجن إذا أردت أن ترهقه ينصبح مرهق لا يستطع أن يفعل عمله معك ولو أنه يبقى معك فهو لا يستطيع أول شيء يجب أن تقطع الموسيقى كترة التزيون في المرآة أو التعري أو الرقص أمام المرآة أو سماع الموسيقى كذلك ربما يتغذى بالعين لا تتخلطي مع الناس لا تستورف التخلط لا تذهبون إلى المألة التي فيها كترة الناس ربما هذا يتغذى الجن العاشق يتغذى حتى هو بالعين إذا أردت ترهقه يصبح مرهق لا يستطع أن يفعل عمله أو يقوم بعمله معك فتقولين أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق ألف الصبح وألف الليل تدوم هذا دائما دائما أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق ألف الصبح وألف الليل ترهق بها الجن كيفما كان ليس عندك وقت أنت تعملين في الصباح وليس عندك وقت الليل كلكم تكونون في المنزل في الليل يوميا في الليل تكون بساعة ليس بالعدد ساعة ستون دقيقة أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق يوميا في الليل ستون دقيقة ترهقين به وتضعيفين به العين والجن العاشق والشيطان وحتى القارن يضعف كل هذه ولاحظي لما تبدأين بهذا البرنامج يبدأ يسعى ذلك الناس تبدأ عندك القبول يبدأ يتصل بك الناس يعني بدأ القبول يعني بدأت ترهق ذلك الجن أو ذلك السحر أو ذلك الشيطان الذي كان يفعل هذه الأشياء العكوسة النحس بدأ يضعف فالاستمرارية يوميا 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 أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق ساعة في الليل يوميا تضعف الجن العاشق وإذا كان عندك وقت ألف في الصباح والف في المساء يوميا هذا كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله